تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من سيلفي برشلونة اللي بتيجيكم مني أنا محمد عواد بالتعاون مع برشلونة نيوز عبر قناة سيلفي سبورت الأكثر تنوعا من حيث أشكال وأفكار المحتوى وعشان هيك دائما بقولكم تشتركوا فيها حلقة اليوم بعد ما برشلونة ضيع فرصة الصدارة المؤقتة عمام ليبانتي بعد ما برشلونة ضيع التقدم بهدفين مقابل أشهر يعني ربما الواحد بيحضرها برجع لسيناديو 2013-2014 وذا ما خابت ذكرتي كانت المباراة مع ختابي أيام تاتا مرتينو الفريق تقدمه ضيع الصدارة من تلك اللحظة المشكلة ما بتنتهي أو بتوقف لهون اليوم كنت يعني الواحد محضر الحلقة وشو صار في شرط الأول وشو صار في شرط الثاني بس بحط نفسي دائما مكان المتلقي مكان الشخص الذي يسمعني لو أنا برشلونة وصار اللي صار ما تجيش تقولي 3-1-4-2 مش هكوني مركز معك لأنه الموضوع بتعلقش بس بخطة موضوع بتعلق بشي أكبر لو بدي ألخص اللي صار اليوم في المباراة حنقول ببساطة برشلونة لعب شرط أول كان عنده نية واضحة جدا من الدقيقة الأولى لأنه بدي حسن الأمور حضم لي بدان دست وهي مؤشر أول أربع دقائق الفريق واجه المرمى شبه خالي وبدري ضيع فرصة الفريق ضغط بشكل عالي كويس قدم خط دفاعه بحيث دائما يخلي الكرة أقرب لمنطقة خصمه وتقدم بهدفين وحافظ على هدوءه لما ليفانتي كان عم بلعب على الكرة كويس وليفانتي من الفرق اللي بيلعبوا على الأرض كويس وفعليا أعتقد استحواذه المتوسط في الموسم كله 51% وهي نسبة عالية بالنسبة لفريق بجودة ليفانتي اتعاملوا مع لعب ليفانتي على الكرة بشكل هادئ بشكل كل شي تمام وانتهى الشرط الأول محسوم الأمور ثم جاء الشرط الثاني مناش نحكي المشكلة بالتبديل فقط لأنه المشكلة مش بالتبديل فقط أبدا لكن تكون بتقدم بأسلوب انت أصلا اعملته وشكل فريق انت عملته عشان مشاكلك الدفاعية تويجي فجأة تستغني عنه وتدخل روبيرتو اللعب اللي مشه المستوى أساسا وتبدأ الها فوقت واحدة وارثاني تظهر المساحات في الدفاع ترجع مشكلة الصعود بالكرة اللي تخلصت منها لما رجعت لشكل 3-1-4-2 بلشت ترجع بلشت المساحات تظهر بين المدافعين كالعادة الأظهرة وبطء تغطيتهم بلشت تظهر وكأنه أيضا بالتبديلات أرسلكم الرسالة للعبي أن الأمور انتهت فشفنا فقدان التركيز واضح المسألة مش بس بالخطة المسألة فقدان التركيز اللي صار مسألة بالهفوات اللي صارت فجاء التعادل 2-2 بعدها برشانة تقدم بيجي الناس بتقول طب ما هو إجي التعادل بعد ما رجع للشكل القديم المشكلة العودة للشكل القديم كانت بعد ما ليفانتي دخل المباراة بعد ما ليفانتي رجع له أمل بالمباراة لو وصلت لدقيقة 60.65 والنتيجة 2-0 ليفانتي كان حشي الأربع اليوم هذه هي إدارة الأمور بدأت الأمور صح وديرت صح لكن دائما أنا كومن أشت فيه بأكثر الموقف أشت فيه أنه تعامل مع أصعب أزمة في تريح برشلونة ليونيل ميسي وسواريز ومشاكل وإدارة بطروح وإدارة بتيجي وكل ذلك كان دائما قوي شخصيته قوية لكن في كثير مواقف أيضا تكلمنا عنها أنه الرجل بعض الأحيان يفكر بشكل غير منطقي زي تبديلاته اللي استلمنا فيها في مرحلة الذهاب يطلع كل عيدة الوسط وينزل مهاجمين فتروح المباراة لأنه الوسط بروح والآن مثل اليوم يعني التبديل ما له تفسير منطقي إلا أنه كومن ببعض المواقف عنده مشكلة بالمنطق تع علاج الأمور ما بعرف شو حيصير ببرشلونة لكن ضربة اليوم حرفيا ضربة ضيعت الدوري من الصحف تتخيل أنه بعد ضربة اليوم في أمل بالدوري في فرقين صرت مطالب يتعثروا ومطالب تحت رحمتهم بالمواجهات المباشرة الاثنين متفوقين عليك مواجهات مباشرة أعتقد حتكون معجزة لو برشلونة حقق الدوري هذا الموسم في هذه الأسابيع اللي ضايلة ما فيش فترة طويلة نحكي اتعود لكن أيضا مسألة أخرى الفريق بالتحول اللي صار لثلاثة واحد أربعة اثنين مع كومن الفريق بيّنت نقاط قوته عرفها نقاط ضعفه عرفها مشاكل الجودة وين عرفها الآن بعد هذه الخسارة أعتقد بهذا الشكل احتمال كبير فعلا لابورتا ما يتحمل كومن ويشيله معناها مدرب جديد معناها خطة جديدة معناها تأقل وملعبين جديد معناها كأنه يعني خيني أحكي الفريق هم برجع خطوة للخلف شوي عشان بعدين بده يقدم يعني معناها ممكن الموسم الجاي أيضا بداياته هتكون فيها معاناة فيها عدم توازن وعدم استقرار وهذا الشي مقلق جدا شكل التعادل اليوم اليوم كنا نتكلم عن قرار ميسي نهاية الموسم الصحف الكتالونية كلها بتحكي نهاية الموسم نهاية الموسم مع بعض التحفظ من صحف معروف إنها ما بتحب تتحفظ دائما متفائلة زي موندو دي بورتيفو ممكن هيك التعادل بهذا الشكل بهذا الدراما يعني يأثر بقرار ميسي أيضا فمباراة اليوم يعني ببرشلونة كان عم بلعب كل شي صح في شوط الأول شوفنا ديونغو بدل بدخل منطقة جزاء شوفنا الخطوط متقاربة جدا في شوط الأول كل أمور كانت طبيعية حتى طريقة إدارة ليفاندي للكرة كان فيش فيها خطورة الشوط الثاني اتغير كل شي أعتقد نقطة تحول لما الفريق أعتقد أنه فازوا حسب الأمور في مشكلة بجودة الدفاع بلا نقاش في حاجة للعب وسط إضافي قادر يدير الأمور لما تتأزم أيضا بلا نقاش وبالنسبة لخطة هجوم الفريق عم بسجل لكن بسجل بليونيل ميسي معظم الأهداف إما الهدف الثاني اللي مرره ليونيل ميسي أو الهدف الأول اللي سجل ليونيل ميسي يعني الأهداف قائمة لحد الآن معظمة على ليونيل ميسي فلو هذا الرجل بتدير حل بدك تتعوض شغلتين من يسجل ومن يصنع وهذه فعلا مسألة صعبة بالنسبة لللي صار اليوم كتير بيشبه اللي صار مع تاتا مارتينو كنا للحظة نتوقع أن المدرب ماشي صح وحيكمل ثم جاءت مباراة واحدة فيها إحباط فيها نوع من أنك ما تفهم شو اللي صار ويكون القرار خروج تاتا مارتينو هي واحدة من المباريات اللي عودنا عليها برشلونا هذا الموسم يكون بإيده الانتصار ويفلته يكون بإيده الفوز ويفلته هذه مجرد فضفضة سريعة وكلام سريع بعد تعثر برشلو مع ليفانتي كنت معكم أنا محمد عواد موجود فيس بوك تويتر انستجرام وبتمنى منكم تتركوا لايك على الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله